وسط أجواء سياسية واقتصادية يمكن أن نصفها بشديدة التعقيد جاءت هذه القمة في روما نتحدث عن قضية المناخ عن الاقتصاد العالمي عن لقاحات فيروس كورونا ربما أيضا عن الملف النووي ماذا نتوقع في البداية وأيضا ماذا عن التوترات بين ضفتي الأطلسي في الحقيقة الأمور المطروحة على القمة هي متشابكة بطبيعة الحال يعني الانتعاش الاقتصادي مرتبط بالتمكن من السيطرة على الوباء ومعالجة التحديات أو الخلل الذي تبدى خلال الجائحة في نظم الحماية والتجارة العالمية الدولية وكذلك الاحتكارات العلمية والتكنولوجية يعني المائدة عامرة ولكن الفرص الحقيقية الملموسة النتائج الحقيقية الملموسة تبدو قليلة هناك توصل إلى اتفاق حول كان مرغوبا وسبق أن صيغة في مجموعة في المنظمة التعاون والأمن وهو المنموم تاكس الحد الأدنى من الضريبة للشركات المتعددة الجنسية التي تعمل في بلاد العفاءات الضريبية هذه هي النتيجة الحقيقة الملموسة فيما يتعلق بالمناخ سيد مهدي لماذا لم تفلح أي قمة حتى الآن في إيجاد حلول عملية؟ وهل نتوقع أن تفلح هذه القمة قمة العشرين في إيجاد حلول عملية حقيقية للسنوات القادمة فيما يتعلق بالمناخ والتغيرات المناخية؟ هذا أمر صعب لوجود تناقضات حقيقية للمصالح بين القوى الفاعلة في العالم أو التكتلات الدولية هناك الصين ومن خلفها الدول النامية لديها قدرات قليلة على مواكبة المعايير الجديدة في نفس الوقت عندها قصور تنموي تريد تسريع عجلة التنمية الانتحاد الأوروبي والدول الغربية والتكتل الغربي له مصالح أخرى وهو كما قال الرئيس الصيني هو المسؤول الأكبر عن التلوث وفي نفس الوقت يطالب أن تدفع المشاركة الجميع في الفاتورة إذن على ضوء هذا التناقض من الصعب الوصول إلى حل حاسم الآن ولكن تحاول رئيس الإيطالية الوصول إلى نقطة اتصال تتعلق بموعد نهائي أو الحد الأدنى للأهداف المستهدفة سأعود إليك مرة أخرى لنناقش هذا